اشتركوا في القناة والعهد والولاء إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وسدد خطاه بمناسبة اليوبيل الفضل لتولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد فبقيادته للمسيرة المباركة أحيى جلالته أمجادا لذكرى خالدة وهي قريبة لقلوبنا ولازمنا نستذكرها من حياة وعطاء المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه حيث شيد أركان الدولة التي تقوم على المساواة والمواطنة وحكم القانون وسعى بها إلى تحقيق التقدم والنماء لكل أبناء هذا الوطن خمسة وعشرون عاما ومملكة البحرين تحصد ثمار سنوات البناء والتشيد وتقطف من نجاحات السياسات التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الملاد المعظم على المستويين الداخل والخارجي حيث رسخ جلالته بحكمة ونفاذ بصيرة ورؤيا تستشرف المستقبل وبأبوة حانية استوعبت كل أبناء هذا الوطن في شتى المجالات كما حرص جلالته على تلسيخ قيم العدل والمساواة التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنين وصون الحقوق في ظل سيادة القانون لاهتمامه حفظه الله بالإنسان البحريني وتعزيز مكانته وحشد طاقاته وقدراته وجعله مشاركا فعالا في البناء والتنمية على أساس من المساواة وتكافأ الفرص وفي أولوية دائمة من اهتمامات جلالته حفظه الله انطلاقا من رؤية جلالته العميقة بأن الأمم لا تبنى إلا بسواعد أبنائها وأن المواطن هو أغلى فروات الوطن وهو هدف التنمية وغاياتها وامتدت منجزات المباركة وثمارها المتلاحقة ومكاسبها المتعددة في حرية ممارسة الشعائر والاحتفالات العقائدية لمختلف الأديان والمذاهب وامتدت إلى التعليم والصحة والطرق والكهرباء والماء والاتصالات وغيرها من الخدمات في مختلف المياذين والمجالات في عهد جلالته الزاهر ممن عكس على تحقيق المزيد من الرفاه والرخاء لأبنائه مملكة البحرين داعين المولى جل شأنه أن يمد جلالته بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة الخير والعطاء وأن يعيد أمثال هذه المناسبات على جلالته بموفور الصحة والعافية وعلى مملكة البحرين وشعبها الوفي بالمزيد من التطور والإزدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة الشيخ محمد علي أهل حضية رجل دين ومستشار وواعد شرعي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك